أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً اعتبر فيه أن ضريبة على الكربون تعد وسيلة ناجعة للتقليل من الانبعافات السامة وبالتالي الوصول إلى تحقيق أحد أهم أهداف مؤتمر باريس للمناخ والمتمثل بضبط مثالي لدرجات الحرارة حول العالم صندوق النقد الدولي أكد في تقرير نشر يوم الجمعة الماضية أن ضريبة على الكربون والتي يجري العمل على رفعها إلى نحو سبعين دولاراً لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات السامة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق أكد أن الوصول إلى هدف ضبط الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو سبعين دولاراً للطن ووفقاً للمسؤولين هناك مزيد من التوافق على أن ضريبة الكربون الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الإحفوري وخفض انبعاثات الكربون هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من آثار الانبعاثات وتسمح هذه الضريبة في خفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة وفي التقرير يؤكد صندوق النقد الدولي أنه في الصين أكبر مصدر للتلوث في العالم وكذلك في الهند وجنوب إفريقيا خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولاراً نسبة الانبعاثات الملوثة بنسبة 30% ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي اعتمد في كنون الأول ديسمبر 2015 من قبل 200 دولة إلى الإبقاء على مستوى درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين لكن حتى الآن تبقى ضريبة الكربون غير شعبية خصوصاً في فرنسا حيث أثار الحديث عن زيادتها غضبة حركات السترات الصفر موسيقى